نتنياهو يخوض حربا سياسية خاصة إلى جانب الحرب العسكرية يعني هو متهم بمسؤوليته عن تقوية حماس هو مسؤول بسبب فشله في 7 أكتوبر وعدم ارتقاب هذه العملية أو طفان الأقصى وبالتالي هو يحاول نقلها وملامة الجيش والمؤسسات الأمنية هذا أمر مهم على الصعيد الشخصي ولكن على الصعيد الميداني اليوم وصلت الحرب في غزة إلى ما يسمى بنقطة الزروة يعني الـ culmination point إذا تابعة عادة بالعلم العسكري إذا تابعت القوات الهجومية ما بعد نقطة الزروة إنما هي تبدأ بالخسارة والمردود السيء بدأنا نرى هذا الأمر بشمال غزة يعني تعتبر نفسها أنها حققت في شمال غزة الانتصار وضربة المقاومة وانسحبت لإرضاء الأمريكيين والداخل الإسرائيلي للمرحلة الثالثة عادت المقاومة لإعادة تنظيم نفسها كما ذكرت البارحة جريدة أو مجلة الهائرت عادت للتنظيم وبدأنا نرى أن هناك اشتباكات متقطعة معينة في جباليا في الشيخ ردوان في الدرج من أماكن قانت قد خرجت فيها يبقى الوسط ويبقى الجنوب وهنا الحدة المرتفعة للقتال هو يريد أن تبقى ولكن هل لديه الكلفة قادرة على احتمال الوقت الضغط الغربي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تجتمع مع المعارضين له كما يقال أن بلينكين اجتمع مع معارضين لنتنياهو هل يمكن له أن يؤمن الزخيرة والولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمنت كل هذه الزخيرة الثقيلة وحتى فتحت المخازن الأمريكية الموجودة في إسرائيل فتحت ليستعمل منها كل شيء فأذن حتى الآن 500 قتيل جندي لا يمكن للمستوطنين أن يعودوا إلى غلاف غزة وحتى عدم القدرة إلى العودة إلى شمال غزة خسائر عسكرية خسائر اقتصادية هذا من ضمن الحديث السياسي ولكن دائما الواقع الميداني هو الذي يفرض الحل السياسي الواقع الميداني يفرض الحل السياسي والأعلام الإسرائيلي تحدث عن إجراء تدريب يحاكي اقتحام جنوبي لبنان وزير الدفاع الإسرائيلي وقاف جلانت أيضا بعد تقييمات أمنية يتحدث عن الاستعداد لحدوثي كما وصفه تدهور أمني في شمالي إسرائيل مع حزب الله نسأل هنا سيادة العميد عن الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى ذلك التدهور الأمني الذي يتحدث عنه جلانت التدهور الأمني بدأ بعد اغتيال صالح العروري القيادة في حماس في ضحية بيروت معقل حزب الله أيضا اغتيال القيادة ويسام قائد قوة الردوان أو المساعد لقائد قوة الردوان هذا شيء أساسي ولكن إسرائيل تقول أن اغتيال صالح العروري القيادة في حماس شيء واغتيال القائد في قوة الردوان هو شيء آخر لأنه من ضمن المعركة اليوم التصعيد مختلف عن التصعيد ما قبل ولكن السؤال دائما هو أن لدى إسرائيل دائما مخططات ودائما محاكاة لحرب محتملة على جبهة تعتبرها عدوة هذا ليس بالأمر الجديد اليوم إعادة إحياء هذه المخاطر وبالتالي سبب فشل هوكشتين الموفد الأمريكي الطلب من حزب الله الانسحاب 7 كيلومتر داخل حدود لبنان اليوم كل هذه المعطيات موجودة ولكن دائما السؤال يبقى هل يمكن لإسرائيل أن تؤمن العتاد والزخيرة الكافية وتأمين النصر على عدو مختلف عن حماس على الجبهة اللبنانية يعني إذا فشلت إسرائيل في الجبهة اللبنانية تكون قد خسرت مرتين في العام 2006 والعام 2021 هذا حدثت وهذا الأمر قد يعيدنا إلى ما قاله بن جوريون لمشي دايان عندما سأله متى تسقط إسرائيل قال له عندما نخسر الحرب الأولى أو أول حرب هل يمكن اليوم لإسرائيل أن تخوط حرب ضد عدو تعتبره عدو من خارج إطار الدولة في غزة ولا تستطيع أن تنتصر هي دمرت وهل يمكن لها أن تخسر حرب ضد لاعب من خارج إطار الدولة مرتين متتاليتين 2006 و2023 هذه حسابات كبيرة يبقى القرار والموافقة أمريكية الزخيرة والتموين هو أمريكي هل يمكن لإسرائيل أن تقوم بهذه الحرب؟ أنا لا أعتقد أن اليوم هناك حرب أساسية